حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي النضري عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب عن أم هاني أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قالت فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذلك ضحا فقال من هذا قلت أنا أم هاني قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابنه بيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله قام فصول ثماني ركعات ملتحفا في ثوب حنى سفيان عن أبن عجلان عن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هاني قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فلم أجده ووجدت فاطمة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغبار فقلت يا رسول الله أني قد أجرت حموين لي وزعم ابن أمي أنه قاتلهما قالا قد أجرنا من أجرت ووضع له غسل في جفنة فلقد رأيت أثر العجين فيها فتوضأ أو قال اغتسل أنا أشك وصلى الفجر في ثوب مشتملا به حثنى أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أم هاني إن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الغنم فإنا فيها بركة حثنى أبو معاوية تحدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن ابن جعدة ابنه بيرة عن أم هاني إن قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي حثنى أبو أسامة قال أخبراني حاتم بن أبي صغيرة عن سماكي بن حرب عن أبي صالح المولى أم هاني إن عن أم هاني إن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وتأتون في نديكم المنكر قال كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فذلك المنكر الذي كانوا يأتون حثنى يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماكي بن حرب عن هارون ابن بنت أم هاني إن أو أبن أم هاني إن عن أم هاني إن قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقف السوقية فشربه ثم نولني فضله فشربت فقلت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فكرهت أن أرد سؤرك فقال أكنت تقضين شيئا فقلت لا فقال فلا بأس عليك حثنى صفوان بن عيسى قال حدثنا أبو يونس القشيري حاتم بن أبي صغيرة عن سماكي بن حرب عن أبي صالح عن أم هاني إن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتته بشراب فشرب منه ثم فضلت منه فضلة فنولها فشربته ثم قالت يا رسول الله لقد فعت شيئا ما أدري يوافقك أم لا قال وماذاك يا أم هاني إن قالت كنت صائمة فكرهت أن أرد فضلك فشربته قال تطوعا أو فريضة قالت قلت بل تطوعا قال فإن الصائمة المتطوع بالخير إن شاء صام وإن شاء أفطر حثنى يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين قال حدثني يوسف بن ماهكا أنه دخل على أم هاني إن بنت أبي طالب فسألها عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فسألها هل صلى عندك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل في الضحى فسكبت له في صحفة لنا ما أن إني لا أرى فيها وضر العجين قال يوسف ما أدري أي ذلك أخبرتني أتوضأ أم اغتسل ثم ركع في هذا المسجد مسجد في بيتها أربع ركعات قال يوسف فقمت فتوضأت من قربة لها وصليت في ذاك المسجد أربع ركعات حسن حسن قال حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هاني أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزاوروا إذا متنا ويرى بعضنا بعضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تكون النسام طيرا تعلق بالشجر حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها حسن إسحاق قال أخبرني مالك عن أبي النظري أن أبا مرة مولى أم هاني أن بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني أن تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قال قالت أم هاني أن بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني قالت فلما فرغ من غسله قام فصول ثمانية راكعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابنه بيرة فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني أن فقالت أم هاني أن وذاك ضحا حثنا سفيان عن أبن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أن قالت قادم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة وله أربع غدائرة حثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع قال قال سمعت ابن أبي نجيح يذكر عن مجاهد عن أم هاني قالت رأيت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضفائر أربعا حثنا عبيدة بن حميد قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحريث قال سألته عن صلاة الضحى فقال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها إلا أن أم هاني أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فصول ثمانية ركعات فلم أره صل قبلها ولا بعدها حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة أنه سمع أم هاني أن تقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل ثمانية ركعات في ثوب واحد ملتحفا به حنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو معشر عن مسلم بن أبي مريم عن صالح المولى وجزة عن أم هاني أن بنت أبي طالب قالت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة قد فقلت فعلمني شيئا أقوله وأنا جالسة قال قولي الله أكبر مئة مرة فإنه خير لاكي من مئة بدنة مجلالة متقبلة وقولي الحمد لله مئة مرة فإنه خير لاكي من مئة فرس مسرجة ملجمة حملتها في سبيل الله وقولي سبحان الله مئة مرة هو خير لاكي من مئة رقبة من ولدي إسماعيل تعطقينهن وقولي لا إلها إلا الله مئة مرة لا تذر ذنبا ولا يسبقه العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة